قبل البدء بالتصوير يتأكد مقدم برنامج لهونوبس هشام حداد من الجهوزية الكاملة لفريق العمل حداد الذي يقدم برنامجاً كوميدياً يعرض على شاشة الـ LBCE ويتناول فيه قضايا سياسية واجتماعية بطريقة ساخرة يواجه دعوة رفعت من قبل مجلس القضاء بسبب تأديه أغنية ساخرة تناولت القادي سمير حمود أنا ما وعدت العالم برنامج طبق وعم يجي عمله انت قادي ساخر عم بيجوا يقولوني أن القضاء لا يقبل بطبيعة البرنامج من أساسه طبعاً إذا اليوم بلشوا يرسموا السقوف بخف حدة الانتقاد بيفشل البرنامج كما وجهت النيابة العام تهمة القضح إلى حداد لتناوله في إحدى حلقاته ولي العهد السعودي بشكل هزلي عبر نصحه إياه بتخفيف الوجبات السريعة هذه الملاحقة حصلت بناء على أمر من النائب العام التمييزي خلافاً للمادة 23 من قانون المطبوعات التي تشترط الدعاء المتدري نفسه سوق فهم بين الثقافة العصر وبين بعض الإدارات الرسمية سوق الفهم بينحل بالإجمال بالحوار وبالتواصل بين إذا بدي كل مجموعتين من الناس هشام حداد كوميدي ما عم بيعمل شيء خارج إطار النكتب والمسحة ما يمكن تقطع مسحة تقيلة مثل ما بيقوله أو مسحة خفيفة ولكن تبقى المسحة مسحة ما بدها الأد وما بدك كلها الأيامي سجل لبنان خلال الأشهر الأربعة الماضية 15 انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير حسب مؤسسة سمير قصير المعنية برصد الانتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين وانطلاقاً من هنا تطالب المؤسسة بتعديل قانون الإعلام حتى المخالفات تخف بحاجة لممارسات تتغير أولاً تغييرات بالأنون من ناحية نقل مواضيع القدح والذام والتشهير من أنون العقوبات يعني من القضاء الجزائي لتصير قضايا مدنية هذه تعطي تقدم كثير بهالموضوع خاصة إذا ترافقت بإقرار قوانين متعلقة باستقلالية القضاء جلسات محاكمة الإعلامي هشام حداد أمام محكمة المطبوعات لم تحدد بعد وحتى حينها يؤكد حداد بأنه لن يغير أسلوبه الكوميدي الساخر في البرنامج آملاً أن تبقى حرية الرأي والتعبير محفوظة في لبنان